موسيقى موسيقى طيب نبتدي بقى نتكلم على الجزء الخاص بالسيرولوجي اللي حرمت بقى نامة الهيباطايتس بي انا اتكلمنا في المحاضرة بالتفصيل على الانتردكشن والباسيولوجي بتاعه والكاليكام فكشون وهاكذا عايوز تشخص هباطايتس بي طبعا يا شباب التشخيص بيتقسم على كذا مرحلة هنتكلم بها ان شاء الله في اخر الفيديو ده ولكن انا يهمني الجزء الخاص بالسيرولوجي دلوقتي الاول خارص يعني ايه سيرولوجي وايه اهميته وليه هو أكثر حاجة إحنا نستخدمها في تشخيص حالات الهباطايتس بي نركز كده مع بعض زي ما شرحنا بالتفصيل وقلنا إن الهباطايتس بي ده بيطلع 8 مهمين الهباطايتس بي سيرفيس أنتجن والهباطايتس بي أنتجن والهباطايتس بي كور أنتجن نبص عليهم كده علشان نفتكرهم زي ما شرحنا بالتفصيل يا شباب ايدي الهيباتيس بي سيرفس انتجن وقلنا منه تلات انواع مصمول وادي الهيباتيس بي انتجن yal هو عمي شبه المسأل فحضره وادي الهيباتيس بي كور انتجن الي هو عمي شبه المدوره الحيار جميل جدا جدا التلاتة انتجن سدريا دكاترة بيطلع لهم اطاف tatsächlich كل واحد يطلع لها الانتيباضي بتاعو او تحديدا يعني اثنين منهم بيطلع لهم أهو من الكريتيريا دي من الانتجنز والانتيباضيس تقدر حضرتك تشخص حالة هباطايتس بي بالتفصيل. تعرف انت في انه مرحلة انت في اليميونو طولرانت ولا اليميونو اكتف ولا اليميونو رياكتف ولا ايه بالضبط. وتعرف العيان ده عنده هباطايتس بي ولا لأ وتعرف كل التفاصيل. اللي احنا هنتكلم فيه ده يا شباب بيهريكوا فيه اسئلة انتحانات. يقول لك عيان عنده هيبوتايتس بي سيرفيس انتجين بوصدف وايه انتجين بوصدف الكنديشن دي اسمها ايه يهريك بقى في كل الاحتمالات فانت عشان خاطر تبقى واقف على رجليك وعلى ارض صلبة لازم الاول تعرف تلات معلومات عن كل واحد فيهم بيظهر امتى بيختفي امتى ويقول المعلومتين اللي مش مهمين قوي ولكن المعلومة الاهم هو الانتر بريتشن يعني لما لاقي سيرفيس انتجين ده معنى ايه ولما لاقي ايه انتجين ده معنى ايه ده معنى ايه ولما لاقي كور انتجين او اكشوري لما لاقي انتباضي ده معنى ايه اوكي كده طيب بالراحة وبص على الصورة اللي قدادة ديت اللي حتقول لنا دلوقتي كل واحد فيهم بيظهر امتى وبيختفي امتى وركز كده يا شبابي اولا السيرفيس انتجين يبدأ ظهوره تقريبا من الشهر الاول بعد ايه الانفكشن يقول لك كده في اول ثلاث شهور بس عادة ان هو بيظهر من ايه من منث وان او من الشهر الاولان ده السيرفيس انتجين يختفي امتى تقريبا في اول او في نص كده الشهر الخامس يعني من نص الخامس بنص السادس يعني لو العيام بتاعك أصيب بهباطايتس فيه في واحد واحد الفين تلاتة وعشرين يبدأ ظهور السيرفس أنتشن تقريبا في أواخر واحد تلاتين واحد واحد وثلاثين واحد تسعة وعشرين واحد وهكذا وينتهي أو يختيفي تقريبا في نص خمسة على أول ستة كده اللي هو خمسة وعشرين خمسة وهكذا يختيفي السيرفس أنتشن يبقى السيرفس أنتشن بيظهر من أول الشهر الأولاني ويختفي في منتصف الشهر الخامس لبداية السادس ولكن خد بالك من حاجة لو السيرفس أنتشن ده مختفاش في منتصف الخامس وفضل مكمل بعد ستة شهور يبقى العيام ده عنده بالراحة السيرفس أنتشن اللي باللون الأخضر ده لو فضل مكمل ومختفاش لو فضل مكمل أهو يبقى العيام ده تحول من الأكيوت ستتش للكرونيك ستتش وده كيوورد مهم عيون يبقى لو السيرفس أنتشن ده اختفى عند منتصف الخامس لأول السادس ده الطبيعي تمام لكن لو فضل مكمل ده خلاص تمام كده نيجي بعد كده على اللي باللون الأحمر ده الي بمجرد السيرفسbecca ما يختفي يبدأ يزهر حاجة اسمها السيرفس انتباضي ما هو منطقي المنتجن ده خفى فالجسم يكون له انتي بادي في الأول بيبقى IGM وبعد كده يبقى آي جي جي في الأول بيبقى آي جي أم وبعدة كده بيبقى اي جي جي في الأول زرأ الانتي باضي آي جي ام وبعدة كده يبقى آي جي جي طيب بيظهر امتا؟ احنا متط فوقين العين جال الانفكشن في واحد واحد يبدأ يظهر تقريبا فواحد ستة في باول الشهر الانتي باضي طيب سؤال من 15-5-16 اللي هو الفترة ما بين اختفاء السيرفس انتجن و ظهور الانتيباضي دي نسميها الويندوفيز. حلو كده? طيب لو انت لقضت العين في المرحلة دي عندك السيرفس انتجن نيجاتيب والسيرفس انتيباضي نيجاتيب. ما هو السيرفس انتيباضي لسه مظهرش. والسيرفس انتجن لدي دوبك لسه مختفي. تشخصه بايه? تشخصه بالكور انتيباضي اللي بيظهر من الاول خارس وبيظل المستمر معك. دي اسمها الويندوفيز. طبعا. كده? انا لسه احناتكلم كل واحد فيهم معنى ايه? بس انا عايز اعرف هو بيظهر امتى وبيختفي امتى? يبقى دي اول حاجتين وسيرفس انتيباضي. تعال على اللي بعدهم. اللي قدامك اللي باللون الازرق ده. يظهر تقريبا من خمستاشر واحد اللي هو منتصف الشهر الاولاني ويختفي تقريبا عند خمستاشر تلاتة اللي هو ياخد له شهرين ثلاثة وخلصا الموضوع على كده. ده اسم طيب. يطلع بتاعه تقريبا منتصف الشهر الخامس ويكمل مع العيام بتاعك. يبقى بيطلع قبل تقريبا بشهر. تمام كده? الارقام دي مش لازم تكون قوي كده. ممكن نلعب في اسبوعين ثلاثة اربعة مش مشكلة خالص. لكن انا بديك ارقام وانت اقول له اسبوعين ثلاثة. ما يهمنش الارقام قد ما يهمني هي بتانتربريت او بتانديكيت ايه? زي ما احنا تكلم دلوقتي. طيب. نيجي بعد كده الى القور انتجن يقول لك القور انتجن لا يتواجد في الدم ابدلا. القور من اسمه موضوع في القور موجود في الليبر على يمينك هنا. ده اليمين بتاعي على الليبر وليس في الدم. فال العيان لا يتواجد في الدم ابدا. ولكن بيطلع مكانه هو ده الان موجود في الدم. القور attempted يبدأ زهوره من منتصف الشهر التاني او من بداية الشهر التاني يعني اتنين اتنين خمسة اتنين سبعة اتنين عشرة اتنين خمستاشر اتنين وهكذا ويفضل مستمر مع العيان لايف لونج في الاول بيبقى اي جي ام وبعد كده بيحصل لكراس سويتشنج ويتحاول الى اي جي جي تمام كده يبقى احنا عرفنا كل واحد بيطلع امتى وبيختفي امتى باقي بقى المعلومة الاهمة بقى وهي ان يبدو بيينديكيت ايه يعني لما لاقي سيرفس انتجم في العيان ده يينديكيت ايه بص وركز قوي سيرفس انتجم في العيان معناه يعني الفايروس ده موجود وعادة لو لقيته قبل ستة شهور يعني المرحلة ده هيت ده على طول اكيوت انفكشن ما هو انفكشن يعني فيراس موجود وقبل ستة شهور يعني اكيوت يبقى لو لقيه السيرفس انتجم قبل ستة شهور ده معناه اكيوت انفكشن طب لو لو لايتي موجود بعد 6 شهور موجود يعني 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 بعد 6 شهور يعني اهو يعني الشخص بقي كارير بالنسبة لك ما هو اكتر من 6 شهور يعني الشخص بقي بالنسبة لك enhanced το bdlf 9 جاناتك ziehen طب لو انه اختفى يعني معناه انه هو اختفى خالص وتكون surface antibody يبقى surface antibody ده معناه ايough دكتور معناه immunity immunity يبقى ثاني surface antigen معناه infection acute او chronic على حسب انت قابل ست شهور يبقى acute بعد ست شهور يبقى chronic طب surface antibody اختفى surface antigen وطلع له surface antibody يبقى يبقى الجسم مكون والاميونيتي دي قد تكون نتيجة وقد تكون نتيجة وحنتكلم نفرق ازاي دلوقتي تمام حتى الان طيب نيجي على اخوه معناه ايه انتجن ده ايه انتجن زي ما قلنا في المحاضرة ده معناه ور في حرب في دلوقتي اكتف ريبليكيشن للفيروس يعني يا دكتور يعني في بعض الاحوال السيرفس انتجن يطلع بوزد يعني الفيروس موجود ولكنه خامل ما بيعملش اي ريبليكيشن يبقى الانتجن بتاعه هو اللي ايه هو اللي نيجيتب لكن هو موجود فرق ما بين كلمة موجود وكلمة ريبليكيتنج يعني شغال دلوقتي تمام كده حضرتك دلوقتي دلوقتي كدكتور او كدكتورة عايشين موجودين لكن لما توصلوا سني الزواج وتبتلعوا تتزوجهم ده حاجة تانية انا موجود يبقى انا سيرفس انتجن لكن بيريبليكيت يعني بيتذاوق وبيتكاثر لا ده ده ايه انتجن يبقى لما تلاقي الايه انتجن موجود ده معناه اكتف ريبليكيشن للفيروس تمام وطالما اكتف ريبليكيشن يبقى معناها فرصة انتقال الانفكشن من العيال ده فرصة عالية جدا لا دكتور عالية ما هو انت عندك فيروس وشغال وعملت بيريبليكيت فلو العيان ده يعني حرفين كحف وش واحد ممكن يكونه فيروس ومش هنقولك الكوحة هالي حاجة بس يعني اقصود بالمثل اللي احنا قلنا عليه في اول المحاضرة بقى سيكشوال انتر كورس ممكن يتنقل عن طريقه ممكن يتنقل عن طريق السلايفة ممكن يتنقل عن طريق السلايفة ممكن يتنقل عن برينترل وهكذا فالايه انتجن ده اكتف ريبليكيشن شغال والفيروس فرصة انفكتف ريب بتاعته عالية جدا لانتجن طيب تعالى بقى اعكس بقى اللي هو الانتبادي ده معناه كومبليت ريكاوري يعني الجسم قدر يتغلب على الانتجن اللي هو القوي جدا 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 له بي���ليكيت او بييدكيت ريبليكيشن وكون له Antibody فده complete recovery يبقى Surface Antigen معناها Presence of the virus Surface Antibody معناها Immunity للفيروس ده E Antigen معناها Activation للفيروس و Replication E Antibody complete recovery للفيروس تمام يربي يكوني الكلام واضح طيب الكور Antigen does not appear in the blood only appears in the liver عشان خاطر اسئلة الامسك يقول يفقرك بالكور موجود في الكور اللي هو ال liver طيب كور Antibody بقى ده ده من نوعين لو ظهر في الاول بدري قبل ستة شهور ده IgM ده معناها Accute دلوقتي لو ظهر بعد كده فيما بعد اللي هو IgG ده معناها ايه معناها ان هو عد عليه فترة او recovery state او window phase ودي مهمة جدا 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 وركز كده معايا الله يرد عليكم اهي ادي الwindow phase اللي احنا قلنا عليها ايه الwindow phase هي الفترة ما بين اختفاء السيرفس انتجن وظهور السيرفس انتجن بينتهي مثلا عند يوم 15.5 والانتبادي بيزر عند يوم واحد ستة فيه 15 يوم اهوت ويندو فيز تشخصهم ازاي عشان امسك يو بالهباطيتس بي كور انتبادي IgG ده مهم اوي بالنسبة لنا تمام كده يا شباب يبقى ادي كل الاحتمالات الممكنة عندك يبقى انا لما اجي اشخص كده وبص على استيرولوجي بتاع العين ده هلاقي ايه عندك بصي العين ده ممكن يكون اكيوت فيه اكيوت يعني ايه يعني معناها السيرفس انتجن بتاعه اهو ده موجود طيب اكيوت كنديشن دلوقتي وفيه اكتيفشن والريبليكيشن للفيروس يبقى ايه انتجن بتاعك بوسطيب طيب الكور انتبادي انت لسه في الاكيوت بيبقى IgM والباقي نيكتف تمام طيب خليها كرونيك وخليه اكتيف ريبليكيشن للفيروس كرونيك يبقى ده IgG على طول اللي هو الكور انتبادي طيب موجود الفيروس ايه بقى السيرفس انتجن بوسطيب طيب فيه اكتيف ريبليكيشن ايه يبقى بتاعك بوسطيب والباقي نيكتف تمام كده دي كل الكنديشن زي اللي انت ممكن تلاقيها في الانتحان طيب بعد كده كرونيك بس مفيش ريبليكيشن ده حالة الكاريير يعني طيب ده ايه اللي هي بوسطيب طبعا لكن مفيش ريبليكيشن يبقى طيب الايه انتبادي بتاعك شكله عامل زي بوسطيب هو كمان طيب انت عشان حصل ري قwan بك الكور انتي بادي بتاعي العيان ده الكور انتبادي بقى أي جي جي ولا اي جي ام أجي جي عشان انت عندك كرونيك طيله اللي بعده عمل م加 Ach Cl伽. بس المكتو من الفاكسين ولا المكتو هنا من وا بدس سؤال 준�فا انتجن. وده سؤال وتركية حلوة في الامتحانات تفرق ازاي بص fellow. شباب. الفاكسين اللي انا بحقنها للعيان بتاعي بحقن له سيرفس انتجن فقط. لا بحقن له كور ولا بحقن له ايه انتجن. بينما الانفكشن لا بيجي كله مع بعضه سيرفس وكور وايه انتجن ما هو فيروس موجود في كل حاجة. ومناء عليه الفاكسين يكون سيرفس انتبادي فقط. وما يكونش خارص لكور انتبادي ولا ايه انتبادي. ليه? ما انا ما حقنطوش اصلا بدون. انا حقنط بسيرفس انتجن فقط. فلو لقيت العيان بتاعك وادي الفاكسين اهو. فين? الفاكسين اهو? لا forces is a perite. ولو لقيت العيان متاعك ده هت لا . لو لقيت العين بتاع كور انتبادي بوزيون سواء كان استتخبت الى ساكو كمان حيبن هى اي جهي او هى غقنب استوفر américaine متعر يهمات به الانتبادي ده اي. كور انتجن وكان فيه سيرفيس انتجن والجسم كون لهم انتي باديز يبقى ده كان فيه انفكشن مش فاكسين يبقى الفاكسين سيرفيس انتجن فقط يطلع له سيرفيس انتي بادي فقط لكن الانفكشن لا الانفكشن كله بقى مع بعضه تمام كده طيب اه فلس بسك مش مشكله قوي مش هتجيلك كتير في العيين بتوعنا جريه يا شباب تمام كده يبقى ادي الجزء الخاص بالسيرولوجي وازاي تشخص عيان عن طريق السيرولوجي فقط الكلام ده بيجي اسئلة في كل حاجة في الام عورسي في في اليو اسميلي في الفلاب لو حضرتك بتمتيحن فلاب في امتحانات الزمانة المصرية في بعد كده في امتحانات الفورد في كل حاجة ربنا خلاقه هتلاقي ايه هتلاقي الجراف اللي قدامك ده نعرف بيزر امتو بيزر امتو بيزر امتو ب بيختفي امتو والاهم بيينديكيت ايه المعلومة دي بيينديكيت ايه او كي كده ادي الجزء الخاص بالسيرولوجي نخش على الجزء الخاص بالدياغنوزي ازاي بقى تشخص حالة هيبوتايتس بيب الكامل وركز كده معي الله يرضى عليك اشتركوا في القناة